تمكنت الإدارة العامة للمباحثة الجنائية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات عن طريق الكسر جاء ذلك في عقاب تعدد بلاغات سرقة المركبات أثناء توقفها في الساحات الترابية بالمستشفيات والمجمعات حيث تم تشكيل فريق من مباحثة الفروانية للبحث والتحري وبعد جمع الاستدالات والمعلومات تمكنت المباحث من تحديد هوية المتهمين بعد ترددهم على مكان السرقات وباستجواب المتهمين اعترفوا بارتكابهم للسرقات عن طريق كسر النوافذ وسرقة كل ما هو ثمين وذي قيمة وتنوعت المطبوطات ما بين هواتف نقالة ولبتوب وايباد وساعات وحقائب واكسسوارات